طيب خليني أقول أن ما أقدرشي أنكر أن وجود الشركة المتحدة كاسم في مهرجان العالمين في النسخة الأولى هو كان السبب الرئيسي فيه نجاح المهرجان يعني حليني أكثر صراحة لو شيلت اسم الشركة المتحدة أو حضرت مهرجان العالمين مش حقدر أجيب نجم مش حقدر أعمل دعاية الآلة الإعلامية للمشركة المتحدة هي اللي قدرت أن هي تعمل اسم للمهرجان وتعمل اسم للمدينة وتروج للسياحة في الساحل الشمالي بأكمله إزاي أقدر أستفيد أقصى استفادة ممكنة من الآلة الإعلامية للشركة المتحدة لخدمات الإعلامية هي كمان مش الآلة الإعلامية فقط هي الآلة التنظيمية لأنه تنظيم مهرجان ضخم زي مهرجان العالمين تذكرتي محتاج كمان مؤسسة تقدر أنها تتابع وتدير عملية التنظيم نفسها وتكون مؤسسة ضخمة وأعتقد أن الشركة المتحدة هي الأقدر على إدارة هذا المهرجان ويمكن من كلامك بتقول أنه إحنا عندنا الهدف الأول من المهرجان هو الترويج السياحي لمدينة العالمين أنت لو عملت مدينة العالمين من غير ما يبقى فيه فعاليات ومهرجان زي مهرجان العالمين ده مش هيبقى ليه تأثير كبير جدا على السياحة لكن وجود المهرجان هينعكس بشكل كبير على السياحة ويمكن كمان الشركة المتحدة عندها أزرع إعلامية كبيرة جدا جدا ومتشعبة وضخمة فبتهال أن الأزرع الإعلامية دي هتلعب دور كبير جدا في دعم المهرجان والترويج ليه لأنه بتتكلم على شبكة كبيرة جدا من المحطات التلفزيونية والإذاعات بجانب الصحف والمواقع فهذه الآلة الضخمة أعتقد أنها العنصر الفعال جدا في فكرة الترويج للمهرجان اللي بدوره هيبقى بيروج للسياحة المصرية ويمكن السنة اللي فاتت نجاح مهرجان العالمين انعكس بصورة كبيرة جدا على السياحة في منطقة السحل الشمالي وتحديدا في مدينة العالمين السنة دي أعتقد أن المردود هيبقى أكبر وأكبر من السنة اللي فاتت بعد الرياضات المختلفة اللي كنا بنشوفها في مهرجان العالمين زي التكبال وغيره وغيره من التونة منس اللي كنا بنشوفها البادل الحاجات دي كلها جذبت نوع الساح مختلف شوية أجنبي الفعاليات الغنائية اللي هتقام السنة دي اللي فيها فنانين من دول العربية زي دعينة حدات كاظم الساهر سعاد ماسي وغيره كمان هتجذب نوع عربي أو نوع يعني ساح عربي مختلف المرة دي فإحنا بنستهدف وصول اتنين مليون زائر للعالمين السنة دي هل الفعاليات دي لما نلاقي تاني فعاليات مرة تانية رياضية الرياضات اللي هي المختلفة شوية يعني مش نفس فكرة الكورة وخلاص حتى الخماسي لقناها على البحر بيتلعب وغيره وغيره النوع ده من خليني نقول الاختلاف والتنوع في الفعاليات هيجذب عدد كبير من السياحة هل احنا بنتوقع يمكن مضاعفة هذا الرقم أو لا يعني شايف الموضوع ازاي اشتركوا في القناة